المسجد الأقصى المبارك قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير المسجد الأقصى المبارك أحد المساجد الثلاثة التي تشد الرحال إليها وهو مصر النبي صلى الله عليه وسلم ومعراجه إلى السماوات العلا وهو أيضا القبلة الأولى للمسلمين وأرضه مباركة وما حولها مبارك ظل المسجد أسيرا نحو قرن من الزمان حتى حرره صلاح الدين الأيوبي الذي كان مثالا للقائد المسلم في حسن معاملة الأسرى والسكان من الصليبيين بالعصر الحديث يتعرض المسجد المبارك لاعتداءات كثيرة من الصهاينة المحتلين ومنها إعاقة دخول المصلين أما البناء فإنه يتعرض للتخريب والتهديد بالهدم ومن جرائمهم بحق المسجد الأقصى المبارك تعمدهم حرقه عام 1969 وقد طال الحريق المنبر الذي نقله صلاح الدين الأيوبي من دمشق إلى القدس بعد أن حررها من الصليبيين لكن الهاشميين أعادوا صنع المنبر من جديد من قطع الهاشميون عن خدمة الأقصى المبارك وما زال الإعمار الهاشمي للمسجد متواصلا حتى اليوم ترجمة نانسي قنقر